هذا وأكد حكيم ديب رئيس اتحادية العب القوى بأن هيئته تستهدف تحقيق سبعين ميضاليات فيما تبقى من منافسات بالإضافة لتأهل أربعة رياضيين إلى الألعاب الأولمبية لشباب بالأرجنتين ونطمح إن شاء الله لنيل حوالي خمسة سبعة ثمانية ميضاليات ومعها تأهل حوالي أربعة عدائين نتمنى إن شاء الله أن نحقق تأهل أربعة عدائين للألعاب الأولمبية بالأرجنتين متفقلين بهذه الشباب اللي راهم جيد ونحن هذه السياسة الفيدرالية إن شاء الله تحسين مستوى العدائين مستقبلا ونبدأ من هذا العمل القائدي حتى تكون عندنا إن شاء الله في مستقبل رياضيين ذوي مستوى عدائين